ايه دا امو احمد تتفضل? على السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ازايك يا سيد عامر? خير الحمد لله. ممكن تعلي صوتك اللي صوت. ماشي. لو سمحت انا عندي اه تلات اسئلة. طيب تفضلي. اول سؤال انا عندي ابني دلوقتي هو عنده زي اه ستة وعشرين سنة. طيب. ماشي. يعني كان يعني انا منفصل عن ابوه وكنت مطلقة من ابوه. طيب. فانا اتطلقت من ابوه وطلحت ما خدتش منه حاجة خالص. طيب. ماشي. فهو بعد ابوه متوفي. طبعا انا اتجوزت قبل ابوه متوفي. وبعد ابوه متوفي. انا اسألت وقلت له جايش معاك جالي لا. ماشي. فهو ابوه كان متجوز وطبعا مرات ابوه ايه طلعت وصوته ماتت. فهو دلوقتي عايش هو واخوه بس الواحد. وعندي بيتين متجوزين. طيب اهو مش عايش بتعيشي معهم ليه? مرضاش وكان فيه مشاكل قبل انا ما اتطلق. ماشي. مشاكل مع ابنك ولا مشاكل مع جوزك? لا كان مشاكل مع ابوه قبلان ما اتطلق. فهو. اظن مشاكل مع ابوه اثرت على نفسيته وما شايف ان المشاكل دي ما كانتش تستحق الطلاق. لا هو كان لسه صغير. فهو طبعا امامه وكانوا يمنوع لهم انتسيطرين على ابوه فهم انتسيطرين عليه دلوقتي. فطبعا امامه قالوا له لا امك ما تجيش ومتعيش هنا ومتخشش البيت. طيب السؤال بتاك ده سؤالك بقى ايه? سؤالي هو دلوقتي انا بقاني خدت ورثي من ابويا بعد ابويا متوفر. طيب. هو دلوقتي عايزني انا اجف معاه واسعده. طيب. واني الورث اللي انا خدته انا عايز اشتري لي به شقة وعيش به. السؤال فين? السؤال فين يا استاذ? السؤال فين انا انا اقول لحضرتك اوه. جوزي انا عايزة معاه بالاجرار. فانا عايزة اشتري شقة بالورث اللي هو اللي خده من ابوه. طيب. يعني بتسألي يا حجم محمد. اه. حضرتك بتسألي هل حرام علي ان انا اروح اشتري شقة وما ساعدهوش? ايوة يا باش انا بس اقل السؤال. السؤال. السؤال التاني. السؤال. حضرتك قلت عندك تلتة اسئلة. ده السؤال الاولاني. السؤال التاني. السؤال التاني. هل لو مسلا واحدة يعني طلعت من بيتها محجبة ولبسها عادي وكل حاجة. بس هيا لو حتت ميكب على وشها ولا حاجات بحراء. اقول لك اقول لك تاني حاجة. تلت حاجة. تلت حاجة ان امي عايشة. ماشي. بس هي يعني اسلوبها معانا احنا يا بنات مش جوي يعني دايما متحيزة لاخوات السوبيان. طيب. فاني دايما بروح لها وبودها وكده. بس دايما هي متحيزة لاخوات السوبيان حتى لو فيهم مشكلة مثلا مع واحدة فين بالنسبة لجوزها ولا حاجة. دايما بتبقى وقفة مع اخوات السوبيان ما اتجافش معانا احنا. طيب. يعني انا ساعات بحفظ من النفسية الزعلانة منها انا واخواتي. فانت بتسألي بقى نفسيتك الزعلانة دي حلال ولا حرام. اه. طيب اعجاب بقى رحضيك على تلاتة اسئلة. السؤال الاولاني. لا ابنك ما يفردش عليك ان تليك زم مالية مستقلة زي ما قلنا ان هو لانه عايش في الشقة دي هو واخوه. فسواء بقى مسيطر عليه ولا دعمه ولا لا. مسيطر عليه عمامه ولا لا. وانت عندك شقة تاني عايشة فيها مع زوجك. خلاص. هو بيقولك لأ. خلاص خليك انت مع زوجك وخلينا احنا في شقةنا اللي احنا فيها. خلاص. في زم مالية مستقلة. كذلك هو لا يجوز له ان يعاتبك بانك انت ما اعطتهش المال. ليه طيب؟ لان اعطائك المال له ليس فرضا عليك الا اذا افتقر افتقارا لا يستطيع ان هو يعيش به. اما وانه عنده ستة وعشرين سنة. وقادر على الكسب يروح يكتسب. يروح هو يكتسب ويعمل كده. لكن ان هو عايز يعمل مشروع فيفرض عليك ان الفلوس اللي جات لك مراس ياخده عشان يعمل بيها المشروع مش من حقه. خالص مش من حقه. بالعكس هو من بر الولدين ان هو كان لابد ان هم يترفق ويكون في غاية اللطافة ويفسر لك ويبرر لك تبرير يطيب خاطرك ان انت ما ما تعيشيش معهم في الشقة دي. سواء بقى عشان زوج حضرتك يعيكون معاكي او شيء من هذا القبيل. يبرر لك تبرير لطيف لانه هو مأمور بحسن الادب معاك. ومأمور بكمان حسن المعاملة. فهو لازم يعمل كده. لازم يكون حسن المعاملة. فده السؤال الاولى. السؤال الثاني انت سألتي على الواحدة المحجبة تخرج وتخرج على اليوم كانت تحط ميقر الذي يجعل بشرتها كأنها طبيعية. يعني الزينة التي لا تلفت النظر لكن تجعل الوجه في شكل الحسن. جبنا الكلام ده منين ان لما فسر سيدنا عبدالله ابن عباس ان الا ما ظهر منها فسر اكتاب الكحل وما الى ذلك. فعلمنا ان الاشياء اللي تعيد الوجه الى ما كان عليه من نظارة بدون ما تكون فيها مبالغة ولا تكون فيها زيادة دي جائزة وتبقى دي من الزينة الظاهرة. السؤال الاخير هو سؤال حضرتك ان انت بتقولي ان انت لما بتزعلي من والدتك ان هي بتفرق في المعاملة منكم. لا. الاولى ان انت تقدريها وتلتمسي للعذر مش انك انت تزعلي منها. ففكرة ان انت تزعلي من والدتك ان هي بتفرق ما بين اخواتك. طب انت لو انك احسنتي اليها هتعمل ايه? هتشيرك جوه جوه عنيها. فلذلك انا شايف ان انت ليس من الجيد وليس من الحسن. مش هادر اقول ان هو من الحرام لان دات ممكن تكون مشاعر نفسانية بس. لكن انت لو بتسأليني ايه الاحسن? الاحسن ان انت لتلتمسي للعذر لولدتك. ان والدتك دي دلوقتي اخواتك دولة قد يمثلوا لها الراجل اللي هي متصورة ان هو السند. واحنا مش لازم لما نعامل اهلنا. نعامل اهلنا على انهم مستوى وعي عالي اوي اوي اوي. واذا كانوا هم مش مستوى وعي عالي بقى مش هينفع يكونوا ابائنا وامهاتنا. احنا لازم نتعامل مع اهلنا على ما هم علي. وانا لتمس لهم الاعذار. وانا اتعامل معهم معاملة حسنة. واذا كنت انت بالطلب امك انها تتعامل معك بتعامل لطيف. ابدا انت واتعامل ليه لان انت في الاخر خالص انت جن. امك دي جنتك. فعشان كده انت اللي بدري بالتعامل الحسن معها زود التعامل الحسن. كل ما تزود التعامل الحسن الله سبحانه الله سنة. هالجزاء والاحسنة الا الا الاحسان. والله سبحانه الله سنة ادفع بالتي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فمن بالك اذا كانت دي امك. اذا ان شاء الله ربنا سبحانه تعالى. هيحس. هي يصلح ذات البن بينكم. والحياة تكون افضل. وتكون علاقتك بها احسن.